موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية ايم فانت كاتخ أوثى مجلس المنافسة من خلال رأيه المتعلق بالأداء التنفسية لتدبير المفوض للنقل العمومي الحضرية والرابط بين المدن بواسطة الحفلات بإدفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية لتنقلات الحضرية ويوصي المجلس بإدفاء طابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية لتنقلات الحضرية الجديدة وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الإصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضرية والرابط بين المدن على مستوى التخطيط والمراقبات والتمويل كما دع المجلس إلى تعزيز نقل اختصاصات شركات التنمية المحلية والمفوضين إليهم إلى الجماعات الترابية باحتبارها خطوة من شأنها تقوية الحكامة الجهوية في التدبير المفوض للنقل السالفي الذكرة أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنها قامت باعتماد سنة 2019 كنسك سنة أساس جديدة لأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية عوض سنة 2012 وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنه بالإضافة إلى تحيين سنة الأساس عرفت السلسلة الجديدة للأرقام الاستدلالية لتجارة الخارجية اعتماد البنية الحالية للمبادلة الخارجية وتحسين منهجية الحساب مبرزة أن حساب الأرقام الاستدلالية لتجارة الخارجية الجديدة يتم حسب آخر التوصيات في هذا المجال وفقا لممارسات الدولية دوليا ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم شركات الطيران والسلع الفاخرة والصفرة وإن حدتي المخاوف بشأن أزمة في إمدادات الطاقة وركود عالمي محتمل من المكاسب وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبية مرتفعا بـ 0.5% بعد فتحه منخفضا وكسره سلسلة المكاسب استمرت ثلاثة أيام في الجلسة السابقة كما ارتفع سهم شركة الأزياء الفاخرة لوي فيلتون بـ 1.1% وسهم لغيال لمستلزمة العناية الشخصية بـ 2.8% في حين قفز سهم شركة إيربيوس لصناعة الطائرات بـ 3.9% انخفض خام بيرنت القياسي العالمي 7 دولارات عند ختام تعاملات يوم الثلاثاء متراجعا على أن مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل المنصر وذلك وسط ارتفاع الدولار وقيود كوفيد 19 وكذا مخاوف من تباطئ الاقتصاد العالمي وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب تعاملات متقلبة على مدى شهر وسط مخاوفة من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى حدوث رقود اقتصادية من شأنه أن يقلص الطلب على النفط نهاية النشر الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء